الحروب استراتيجيات وخطتها تحدث فوارق مهمة على الأرض وإن كانت من السماء في أوكرانيا الأمور لا تخرج عن هذه المعادلة روسيا من الجو تراهن على إرهاق أوكرانيا في الأرض من خلال الطائرات بدون طيار المفخخة رخصة الثمن التي تجلبها من إيران والتي تقوم بتجميعها من عدة مصادر موسكو تجاوزت خطط تدمير الأهداف الأوكرانية إلى استنزاف كيام فكلفة إسقاط مسيرة واحدة تبلغ أكثر بسبع مرات من إطلاقها رغم أن مهارة الأوكرانيين تزداد في تدمير المسيرات إلا أن خبراء عسكريين يقولون إن ذلك قد يكون لمصلحة موسكو على المدى الطويل فالطائرات بدون طيار ذاتية التدمير يمكن أن تكلف ما لا يقل عن 20 ألف دولار لإنتاجها في حين أن تكلفة إطلاق صاروخ أرض جو يمكن أن تتراوح من 140 ألف دولار لصاروخ S-300 من الحقبة السوفيتية إلى 500 ألف دولار لصاروخ هيمارس وفق التقديرات أطلقت روسيا نحو 600 طائرة مسيرة منذ بداية سبتمبر الماضي وبلغة الأرقام تحتاج أوكرانيا أموال طائلة لصد هذه الطائرات التي تكون آثارها التدميرية فادحة على أوكرانيا حال وصولها إلى أهدافها بلال البجديني العربية